أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع الجمعة 16-4 القمر موجود في برج الجوزاء هو الآن في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 3.28 دقيقة عصرا من عصر يوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر بما أنه موجود بالجوزاء فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج في هاي الفترة أنه مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا طبعا في عنا زاويتين اليوم أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و52 دقيقة صباحا بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة طبعا زاوية خطيرة زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي رح يتكون دروتها الساعة وحدة و26 دقيقة عصرا هاي الزاوية عادة بما إنه شمس لها علاقة بالقيادات وبالجيش وبالعسكر وبالأمور هاي وبلوتو له علاقة بالشغلات المفاجئة فتعطي هيك زي آثار لأعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين طبعا بالنسبة للقمر بما إنه موجود بالجوزاء فخلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت 17-4 رح يبدأ في تمام الساعة 3 ودقيقتين عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 27 و24 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا بيصبح ست أيام نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19-4 سعيدة بنسبة 100% القمر في الجوزاء حتى يوم 17-4 سعيد بنسبة 25% وأقل عطارد في الحمل حتى يوم 19-4 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الثور حتى يوم 9-5 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% أما لبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات أهم شيء تفاوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكون تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال حاول تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز اليوم بالنشاط والحركة وممكن اليوم تسمع جواب بعجبك أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إشي أنك تتجنبوا النفقات بتهتموا لبعض الأوضاع أو لبعض الأمور المالية وممكن اليوم تخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبرتك أهم إش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي بتريث حتى تتوضح الأمور لا تبالغ بمصروفك وبحذرك من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ابتكثر عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات أهم إشي أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك اليوم باستطاعتك استعادة الموقع أو موقعك وإنجاز الكثير من الأعمال أو الأشياء اللي بتترتب عليك برج السرطان بنا للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم يشير القمر في مكانه لركود وتأخير في سير الأمور بتكون تحاضروا من التراجع الصحي والمعنوي حاولوا أنك تستريحوا بعيدا عن الأوضواء وما تختلقوا الأعذار للهرب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهميش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وممكن اليوم تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبرضو عندك قدرة أنك تشارك بفعالية معينة أو بنشاط معين برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ اليوم حاول أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن اللقاء معين أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز لمواجهتها برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وهاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم اليوم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن أنه يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو حتى التفكير بمسائل إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات سفر برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهذه فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه يعني ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاضروا من تراجع صحي وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت عندك لتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظلم برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا فبتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم إذا دعا الأمر وهاي فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير وما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو عائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر